ينضم إلينا من رمالة عصمة منصور الباحث في الشأن الإسرائيلي أهلا بك معنا على شاشة الغد سيد عصمة دعنا نبدأ بهذا الاستطلاع للرأي الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية لماذا يرى قرابة 50% من الإسرائيليين أن جانس هو الأنسب لرئاسة الوزراء بالمقارنة مع ناتنياهو صلاح الخير أخير نديم لك وكل المتابعات والمتابعين هذه وطيرة في الاستطلاعات تقريبا ثابتة بمعنى نحن أمام رأي عام إسرائيلي منذ بداية الحرب حتى الآن رابط نصف عام وهو يرى أن جانس هو الأنسب لأن يكون إسرائيل جانس جنرال وهذا في فترة حرب أنت تعلم يعني يصبح رصيد العسكريين أكبر والثقة بهم أكثر هم يعني جنرالات ولديهم خبرة في الجيش وإدارة الكتال ولكن فوق ذلك جانس تخلى عن معارضته لينتنياهو وتحفظاته على سلوكه وحكومته والتي كان يعارضها وكان يكن ضدها ويتظاهر عشرات وبئات الألاف ضدها في الشوارع وانضم إلى كابينيت الحرب شعورا أن هذه اللحظة تحتاج إلى أن يكون في هذا المكان وبالتالي هذا أظهر وكأنه يعني يتصرف بشكل رسمي وكرجل دولة وكمسؤول وليس على الاعتبارات حزبية وشخصية وأحكاد على نتنياهو أيضا الخطاب جانس يوحي بالثقة لدى الإسرائيليين هو يتحدث باتزام القوسية طبعا إسرائيليا سواء في الكضايا الاجتماعية الداخلية أو في العلاقة مع العلاق المتحدة التي يشكل صمام أمان بالنسبة لها أو في الكضايا الحرب على غزة وغيرها وبالتالي كل هذا مقارن بما يكون به نتنياهو من التهور ومن انتهازية ومن إساء العلاقات مع العلاق المتحدة ومن حياز مطلق المضطرفين والظلميين والمتدينين يجعل جانس يحظى بهذه الأغلبية وهذا يعني عمليا هو الذي ربما يقلق نتنياهو ويدفع إلى الهروب من مسألة الانتخابات من جهة وأيضا التعتيم على شخصية جانس يعني عدم إظهار جانس كان يخرج مثلا معا في مؤتمرات صحفية الآن يخرج الواحد نتنياهو يتحدث عنه هو أنه كنت أمرت وجهت بلغة الأنا كي يسلط الأضواء على دوره هو يضلل الأدوار عن دور الآخرين وهو بذلك يعتقد أنه هذا سيكلل من شعبية جانس ولكن واضح أنه جانس هو الآخر عندما يشارك مثلا في مسيرة أهالي الأسرة هو من جهة يكون الحرب لكن من جهة أخرى يبدي حساسية تجاه معاناة ومطالب أهل الأسرة وبذلك يعني هو يكسب حتى عاطفيا نعم لكن ألا توجد شخصيات أخرى مرشحة لهذا المنصب لماذا دائما هذه الثنائية ما بين جانس ونتنياهو لا هو يوجد يعني هذه الاستطلاعات تعكس الحالة الآن والكل يعلم وكل من يحلل هذه الاستطلاعات في إسرائيل يعلم أن جانس عندما تأتي لحظة الانتخابات لن يحصل على هذه النسبة سيكون ربما متفوق ويحصل على نسبة أعلى من نتنياهو لكن لن تكون بهذا فرق الكاسح وذلك لأنه ستدخل شخصية جديدة هناك نفتالي بنت وهو أيضا كان رئيس وزراء وعسكري ويميني وبالتالي يمكن أن يجلب جمهور اليمين من جانس ومن نتنياهو هناك يوسي كوهن وهو رئيس المساد السابق وهو قريب من الليكود وربما يتولى هو رئاسة الليكود إذا أزيع تنياهو وهو سيؤثر على المعادلة وربما يغيرها تماما هناك شخصيات أخرى كتدخل الحلبة تسحب من أصوات جانس مثل مثلا يائر قولان وهو جنرال ونائب رئيس أركان ولكن يساري سيتنافس لرئاسة حزب العمل يعني سيأخذ هناك أشخاص من اليمين ومن اليسار من الأصوات التي تجمعت لدى جانس عندما تحصل الانتخابات ولكن يبقى هو الأوفر حظا لأنه يترأس حزب فيه طيارات متنوعة ووجوده في حلبة السياسية خلال هذه الفترة الطويلة يجعله مؤهل أكثر من غيره أما لبيد وهو رئيس المعارضة والذي الآن يعتبر الحزب الثاني بعد الليكود فهو أقل حظا لأنه سنكف عن الدخول في الكابينيت وعدم مشاركة في الحرب ويطرح آراء التطرف والتوجه نحو اليمين التي يعني يبديها الرأي العام الإسرائيلي لا تتناسب خاصة في الكضايا الداخلية الإسرائيلية ولا شك بأن هذه الاستطلاعات تزعج بنيمين نتنياهو وبالتالي أسأل أيضا عن شعوره إذا الزيارة المرتقبة لبني جانس إلى الولايات المتحدة وهل هو موافق عليهم لا لأننا حتى في زيارات المبعوثين الأمريكيين السابقة إلى إسرائيل كان لدى نتنياهو حساسية من أن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين لوحدهم نتنياهو يبدي حساسية شديدة جدا لمسألة تجاوزه والقفز عنه والإدارة الأمريكية تعلم تماما أنها عندما تدعو جانس دون استشارة نتنياهو وعندما يوافق جانس دون أن يعود إلى نتنياهو أنهم بدأوا عمليا وكأنهم يفكرون في اليوم التالي نتنياهو وأن الإدارة الأمريكية بدأت تمد يدها إلى الساحة الداخلية الإسرائيلية وتحاول أن تحرك المياه الراكدة وتضغط عن نتنياهو هذه واحدة من أدوات الضغطة الأمريكية بالإضافة طبعا إلى أدوات الأخرى المتعلقة بالمساعدات وخطابها الإعلامي وتصريحات بايدن كلها عوامل بدأت تعكس أن الولايات المتحدة لم تعد تحتمل هذه الطريقة هي في الوقت الذي تقدم فيه كل شيء لإسرائيل نتنياهو يناكفها ويتجه نحو اليمين ويساهم في عزلتها داخليا وخارجيا ويضر بمصالحها مصالح بايدن الشخصية والانتخابية ومصالح الولايات المتحدة عالميا ولذلك نعم هذه زيارة تستفز جدا نتنياهو ولكن نتنياهو لا أستطيع أن يمنعها جانس في النهاية رئيس حزب وغانس في النهاية يعني يستطيع أن يمثل تيار عريض من الشرع الإسرائيلي وهو يذهب إلى هذه الزيارة بصفته الشخصية ولكن أيضا بثقة الموقع والاستطلاعات التي كنا نتحدث عنها قبل قليل التي تنبأ له بهذه الكوة نحن نعلم بأن مجلس الوزارة الحربي الذي يوجد به جانس كعضو ويرأسه بن يمين نتنياهو فيه خلافات وانشققات كثيرة خلال هذه الحرب لكن هذه الزيارة التي لا يسمح بها نتنياهو ومع ذلك سوف يقوم بها جانس بعد دعوته من قبل واشنطن إلى أي درجة سوف تعمق هذه الخلافات الداخلية في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي وتزيد من تأثير الخلافات هذه الزيارة ليس فقط ستعمق هذه الخلافات هذه الزيارة ستعطي جانس قوة سياسية داخلية أنه مدعوم من الولايات المتحدة أنه يتماهى مع سياسة الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة تثك به هو ولا تثك بنيتنياهو وبالتالي هذا سيعطيها أوراق قوة أكبر في الاتلاف وفي الكابينيت الحرب وأيضا في رأي العام الإسرائيلي الذي هو الآخر لا يعول على نتنياهو كثيرا الرأي العام الإسرائيلي في كل استطلاعات لا يثك بإدارة نتنياهو اليمين يتجند خلف نتنياهو مهما كانت مواقف كل اليمين المتدينين هم يرون أنه هو زعيمهم وهو الوحيد الذي يحقق برنامجهم وأي بديل آخر عنه سيكون أسوأ ولذلك هم يؤيدون نتنياهو لكن ما دون هذه الفئة التي بدأت شعبيتها الانتخابية تتراجع وليس أفكارها وهذا مهم جدا هم كل من هو سوأهم يؤيد جانتس أو لبيد أو أي خيار آخر سوى نتنياهو ولذلك الآن شعبية جانتس سوف تزداد النظر إليه إسرائيليا على أنه يعني مدعوم أمريكيا ويحظى بثقة أمريكا وقادر على التواصل مع الولايات المتحدة والعالم هذا أيضا سيؤهنه لأن يكون مناسب أكثر لإدارة المعركة والتاني نعم كل هذا سينعكس على علاقة الشخصية بين نتنياهو وغانس على حالة الثقة بينهم وعلى طريقة العمل التي ستصبح أعقد وأكثر صعوبة وفيها الكثير من المناكفات ونعم سينعكس على أداء المجلس المصغر الآن نتنياهو ربما يبدأ خوفه من جانس ومن منافسته له وأنه بدأ يعني هو الآخر يتحول لأضغط ضغط عليه ربما يدفع نتنياهو إلى التشدد ولكن ربما العكس يدفع نتنياهو إلى إبداء مرونة ومحاول التكرم هناك بالتحدة وإظهار حسنية ولذلك يعني فعلا قد يكون لهذا أثر كبير على الأيام القادمة وعلى الصفقة وعلى ما يمكن أن يحدث في الحرب والمساعدات وغيرها من المفاصيل التي هناك خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حولها